تعرف بجد يا بتلاقي فجأة الناس بعتت لنا قصص تقري العنوان تتفضي يعني أنا قلت معقولها يطلقها عشان أنا موسى وبتاع فقلت كمان عايزة الناس تسمع إيه اللي جوه التفاصيل نسأل بقى شوية أسئلة مهمة في القصة أولي الأول هم عارفوا بعد قد إيه؟ شهرين وتجوزوا معقولها وانتي بخبرتك بقى كدكتورة الناس تعرف بعد قد إيه؟ أنا رأيي 6 شهور 8 شهور سنة برافو يا ساني برافو اتعلمت خلاص منك انتي بزكرة برافو لو سنت شهور يبقى كل يوم لو سنة يبقى يوم ويوم يعني متقطع ولو إحنا في لونج ديستنس وعلى الإنترنت لا لونج ديستنس دي لونج ديستنس دي لونج ديستنس دي لونج ديستنس دي لأقل زيارتين ثلاثة أربعة للأهل لا يتحدث طبعا لأن التفاعل أونلاين حاجة والتفاعل وإحنا متقابلين حاجة خاصة في العلاقات الشخصية دي بس هاشي كانت مبسوطة جدا في الأول وعاشوا قصة حب يعني أول ما تقابلوا أنا قصدي مش أول ما كانوا على الإنترنت كانوا مبسوطين جدا ومش عارف إيه طب فإيه ما ما تقابلوش كتير لأ أنا قصدي عشر وبعد بقى من العشر شهور دول بتقولك كم شهر كانوا شهر عسد بداية العلاقة ايه ده بجد هو بداية العلاقة بقى حلوة قد إيه بقى يا دكتور يعني حلوة البدايات دي بتستمر قد إيه السؤال ده مهم جدا لا it depends على إيه تعتمد على إيه كل الريسرش والكتاب والمؤلفين اتفقوا على إنها بتفرق من مين لمين لشخص للشخص أه بجا وبتفرق الظروف وبتفرق الناس اتجوزت ليه بتفرق جدا طب أطول فترة مش أقولك أقل فترة إن احنا بنسمع كل يوم أطول فترة بتبقى قعدة كده إنه حلوة البدايات أقصى حاجة ممكن توصل لسنتين بعد كده فجأة بنفوق على القصد للحضر الأليم بنفوق على الواقع مش لازم يبقى أليم هي مراحل بتاعة العلاقات أول مرحلة اسمها الافتتان الانفاتيواشن أنا بفتتان بي ده ده بالحالة وبالهدية اللي جاتلي من السماء أكيد ده العوض عارفة جاهزة العوض برابو عليك وقرة عيني طبعا واتبونا بحالة بقى يا جماعة اللهم بارك ما شاء الله سيبينا بحالة أيوة أيوة وتلاقي كوارث فهمها فبعد كده بنبدأ بقى الافتتان يهدى والهرمونات بتاعة المخ تتغير ونشوف إيه اللي بيحصل ونبدأ نخش في مرحلة تانية بقى بتتكلم عن الواقع أقصر فترة بتبقى إيه برضو بتفرق بس فيه ناس ممكن ده يقعد معها أسبوع مش أكتر أسبوع بعد الجواز أه وقبل ممكن يعني الناس مش زي بعض خلينا ما نسميش النقاي اتنين زي بعض بس عايزوك الحاجة فيه ناس هيفوقوا على الرياليتي وهم لسه مخطوبين فعلا فوقوا على الحقيقة وكل حاجة بس نعايزوك الحاجة إنه مهما أنا قاعدت أقول ده كويس ده 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 بعد الجواز حاجة تانية خالص سألنا أنا بقى مع المشيطة الدكتورة سألنا أنا بقى لا بعد الجواز حاجة تانية تمام بتشوفي كل حاجة مهما كنتم مخطوبين كتير ومهما شفتي الأهل وما معرفته في النهاية الجواز في أفعال مختلفة لا إلا أنا أقصده إن فعل الاستقلال مش مرحب بيه مع إنه هو فعل إحنا المفروض نشجع عليه أكتر علشان الناس تفهم يعني إيه مسئولية يعني إيه بيت يعني إيه إدارة يعني إيه منزل يعني إيه أحس بس مش لوحده بيحصل ده بيحصل إزاي يعني ده بيبقى اتنين مع بعض يعني أنا باستقل هو فعل الاستقلال ملوش علاقة بأي اتنين هو فعل لوحده يعني إنتي لو إنسي أعلى لوحدك ومستقلة وكويسة وكل حاجة هتفكري في الجواز طبع نازم هنفكر فيه إن الفطرة رايحة نحية الانتماء إن إحنا ننتمي لكيان ننتمي لمنظومة ننتمي لآخر إحنا مخلوقين بنحتاج لبعض يا سالي إن إحنا نبقى مع حد وكومباني زي ما يقولوك شريك حياتك بالضبط كده كومبانيين الفعل الثاني اللي بيعمل أزمة هو فعل المساكنة إحنا بنبقى في حالة في الخطوبة إن كل واحد بيروح بيته منطقة الأمان يقابل ناس وبيتفرج معنا على المسلسل وزاعة بيروح في النهاية بيقلع الجزمة مثلا وإحنا تقولك ويقلع الجزمة ومنشوف بقى لما بيقلع الجزمة بنشوف لبسه وبيعمل زي بتفرجي على الشوراب بتتفرجي على لبس وبتفرجي على دوافر وما بيبقى عاد معنا في بي في حدود برضو برضو والعدد ساعات محددة ولو كل يوم فمش كل أسبوع غير بقى فعل المساكنة كاملة والأه أيو كده شبش بقى والفجامة والحركات دي في واحد فلت كنا بيقول كده واحد بعد بيقول طلقة طلقة عشان بتصحى منكوشة الصبح كده يا حودة محمود والله عمل كده قدتلك كده يا حودة لو يجيبين واحدة منكوشة يقولك معقول بعد كده حصل مني كده يا حودة فيه رجالة بتبقى كده أو فيه رجالة بتمسح المايكوب بجد بيتصدم خلينا أقول أن الرجالة في التعبير بصينا جالي حد من الرجالة دي كذا مرة الرجالة في التعبير عن اللي دايقهم في المنطقة دي بيتحفزوا جدا أكتر من الستات إحنا بنحب نعبر على الآخر يعني إيه بتحفز عن إيه يعني بيبقى مدايقه فيها حاجات في النظافة الشخصية بس ما يقولهاش يقولك أصلها بتصحى منكوشة أصلها مش بتهتم بنفسها أو جثمانيا كان الصعب يتوقعوا حاجات وما بيشوفوش ريالة ما بيشوفوش أن صعب يبقى فيه فوتوشوب صعب تبقى دي مش حقيقية بابا ودي مش الواقع دي من الصدمات برضو زي ما بتحصل ساعات صدمات يعني بعد الولادة لما زوج مثلا بيتجوز فجأة إليك اسمات غير لأي شكلات غير قفلة صدمة رهيبة طب لو هو بقى بالذات لو دخل حضر الولادة أيوة طب عشان ما حبش أنه هو بيقفل صعب إنه لو رجالة ما حسب تحبش منظر الدم أو يكون بيقرف وده حقيقي فيه ناس بتبقى كده عندها إنه غضبا عنه صعب جدا أيوة طب حاجة تانية ده بقى إيه يعني ده تقفل منها عشان أهله هو رجالة فعلا فيه رجالة بتقفل أول ما أنا عامل أهله وحش أو أول ما أهله يجو علي وأنا أقول أنا عايز أن تسحب فأنت بتعقبني بالصمت العقابي بتعتبري هنا تهديد بيضغط علي آه لأنك كده بتهدي الكيان اللي هو عارفه إنه هو بينتمي لأسرة وإنتي هتيجي معاه ننتمي كلنا الأسرة مش عجبانية وما تنسبنيش ومش ثقافتنا ومش حضرت وإنه ما بنعملش كده نعمل إيه ما ده معنا بقى أن أنت ليكي صوت وليكي وجود وليكي كيان معقول وإنه هو محتاج يبقى له هو كمان حاجة بيفرضها على أهله لكي يحترموك مش كل الناس جاهزة لده مش كل الناس جاهزة لده في ناس كتير عايزة تابع وإحنا بنتجوز نخب بالنا مين عايزنا تابع ومين عايزنا ككيان ومين هيخلينا بالعافية أن أنا أود أهله وعندير زي ما أخب بالي منها أيها وعلى فكرة بيبقى باين اقعد توليليا بيبقاش باين بيبقى باين بنا عنهم فعلا الراجل بيبقى هو تابع فبتلاقي أن السترهم سيطرة يا موشي في بيت عشان تصرف ما البيت لازم يمشي وهو بيبقى برواز لذيذ بيعلق أنا عايز شبكة بكذا ومهر كذا ما وسلت لأيلالك أو تلاقي أن أخته مثلا حرباية أو تعبانة زي ما قالت إنجي وتلاقي أن هي من تحت لتحت عملها بتأسفن هي وما ميتها بقى وانتيم عليكي فده بيبان صح هيبان على طول المشكلة عند إنجي أن هي ما شافتهمش آه طبعا يعني إنجي برضو متسرعة طبعا متسرعة تسرع جريء بس هي لما عملت كده أنه يعني عادي أن هي بقى لها كتير عايشة بورا مصر ما شافتهمش فبقت بمن ثالتي تاني أو أن هي بقت بفكرة تاني دي حاجة تاني حاجة أنه ما حدش هتوقع برضو أنه ننسي بالوحشات ده لما نبقى بقى هنعيش كل حياتنا في هذه المنطقة أو مش هنضطر ننزل أجازات بالزبط بجاه طب لو حد أهل وعيشين في بلد تانية وبنشوفهم في الأجازات وديقوني أعمل بلوك بلوك ده تصرف كده عنيف عنيف جد ومفهوش ود مفهوش مساحة كده من المحبة معينا ولك على حاجة أحيانا لما بتتأكدي مرة واثنين وثلاثة وشفتها مع كذا حد من صحابي بلوك عشان بيبقى وقفة بطريقتك هنرجع عني اللي بتاني الموتش بتاها تلعب على طريقتي أنا مش بطريقتك أنت على ما لعبي مش حال ما لعبك دي بقيت حرب يا سالي إنه إيه دي بقيت حرب وعملين نهدد بعض ونخلص بعض أو اتنين أو تلاتة أنا صدقني عملت بلوك عشان أمنع عنك أزايا عشان أنا هتطرر أرد ما وهنا هتبقى حرب هنا الزوج يتدخل هو فين الزوج في الليلة دي هنا الزوج يتدخل ويتكلم طب ما هو قطع مع مامته شوي يعني هو قطع شوي وهي اللي عاد تقوله كلمها وعملت اللي عليها هل بعد ما أنا أقول لك كلمها أنت تيجي تاني تحوري كلامي طب ما برضو بتحسي فهمها تحسي بكسرة وتحسي بقهرة أنا أنا عملا أقوله إنه يعملك كويس ونتي بتعملي معايا كده طب ما أنا لو رديت عليك هي تزعلي وردي خلي بالك إحنا كلنا برضو متفوتين يا نانسي أنا أفضل المباشرة والتواصل نرد وما نعملش برضو البلوك ده أنا ضد دايما نرد زي يعني أقول لها حضرتك أنا شايفك إن أنت فعلا حربية يعني هتقول لها ايه إن أنت بتضايقيني وبتعملي تصرفات وهرد وهرد قدامه كمان بس هرد وقوله مش عجبنيك عشان نبقى مبشرين وبنواجه لكن ما فيها ساعات برضو ناس بتواجه بتغلط نفسها وتقولك هتقولها أنت كداب أنا ما قلتش كده أنا شايف أنا حركة قداما ما قلتش كده مش ده يبقى أحوار ما يبقى أحوار ما هو أحوار فعلا